اشتركوا في القناة وخلال مدة تنقص عن ثلاث سنوات استمعت الدائرة الابتدائية العاشرة المتألفة من القاضي الرئيسي أنتوان كيسيا إمبيا من دوا والقاضية توموكو أكاني والقاضية كيمبرلي بروست إلى 76 شخصاً دعوا للإدلاء بشهادتهم حيث كان الإدعاء أول جهة داعية للشهود ثم المماثلون القانونيون للمجن عليهم ثم هيئة الدفاع عن السيد الحسن وتتمثل مهام وصلاحيات الدائرة الابتدائية العاشرة في تحديد المسئولية الجنائية للسيد الحسن إن السيد الحسن متهم بمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك من جملة أمور الاغتصاب والزواج القصري والتعذيب المصلط على السكان المدنيين في مدينة تنبكتو بمالي وبحسب مكتب المدى العام شارك السيد الحسن المضمون أنه مفاوض الشرطة الإسلامية في ارتكاب هذه الجرائم خلال سنة 2012 في إطار هجوم شنه تنظيم قاعدة في بلد المغرب الإسلامي وشنته جماعة من الطوارق مرتبطة بذلك التنظيم تدعى أنصار الدين وقضية المدى العام ضد السيد الحسن هي ثاني قضية متعلقة بالحالة في مالي وكانت حكومة مالي في تموز يوليو 2012 قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في إقليمها وفي أذار مارس 2018 صدر على المحكمة الجنائية الدولية أمر بالقبض على السيد الحسن ونقل السيد الحسن وقدم إلى مركز الاحتجاز في لهاي ليشارك في محاكمته وفي اليوم الأول لافتتاح المحاكمة قرأ القاضي الرئيس من دوع على مسامع السيد الحسن تفاصيل التهم التي بلغ عددها 13 الموجهة له وعند كل تهمة سؤل المتهم ما إن كان يفهم التهمة وما إن كان يقر بالذنب أو ينكر فأجاب المتهم بالطريقة تاتيها في كل مرة التهمة رقم 13 الاتحاد بمثابة جريمة ضد الإنسانية منصوص عليها في المادة 7-1-H من النظام الأساسي السيد الحسن هل باستطاعتك أن تؤكد للدائرة أنك فهمت طبيعة هذه التهمة؟ نعم فهمت شكرا جزيلا السيد الحسن هل تنوي الاعتراف بذنبك أو إنكار ذنبك بالنسبة لهذه التهمة أو ترغب بالتزام الصمت؟ لا أستطيع الجواب على السؤال شكرا جزيلا إذن أنت ترغب بالتزام الصمت تأخذ الدائرة علما أنه في هذه المرحلة من المحاكمات ارتأى المتهم عدم تسجيل أي اعتراف بذنب أو إنكار لذنب حول هذه التهمة باستطاعتك أن تجلس ويتوجب على مكتب الادعاء في المحاكمة أن يبين أن المتهم مذنب بما لا يرقى له شك معقول ولذا فالادعاء هو أول المتحدثين وفي الرابط 10 من تموز يوليو 2020 مثلت المدعي العامة السيدة فاتو بن سودة مكتب الادعاء وتحدثت عن المتهم كان ذا دور لا يمكن تجاوزه في ارتكاب جراء موقعت في تنبكتو بمالي زمن التهم كما جاء في معرض كلامها عاشت تنبكتو تقريبا سنة منذ أبريل نيسان 2012 إلى يناير 2013 في إطار العنف المادي والمعنوي المرتكب من الجماعتين المسلحتين أنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنبكتو أو كما تسمى جوهرة الصحراء التي عاش أهلها في سلام لسنوات خضعت لأوامر هؤلاء تنبكتو خضعت لطغيانهم منذ سيطرتهم على المدينة أنشأ أعضاء الجماعتين المسلحتين أجهزة للسيطرة والظلم وقد أنشأوا على وجه الخصوص المحكمة الإسلامية والشرطة الإسلامية هذه الشرطة التي كان السيد الحسن مفوضها الموقر لقد مارس أعضاء الجماعتين سيطرة أغبر عليها على تنبكتو وعلى المنطقة التي تحمل ذلك الاسم وعلى أهل البلد لقد كانت خطتهم وما رسموه هو إخضاع أهل تنبكتو رجالا ونساء إخضاعهم إلى سيطرتهم وسلطتهم لقد كانت خطتهم ومشروعهم هو إخضاعهم لعقدتهم الإديولوجية والدينية الشخصية وذلك بشكل رئيسي من خلال ارتكاب الفضاعات والتجاوزات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بمقتضى نظام روم الأساسي ولمدة زادت عن عام ونصف قدم الإدعاء أدلة عديدة كان من بينها الوثائق والصور وكذلك الفيديوهات كما دعا الإدعاء شهودا ليحضر أمام الدائرة وبلغ عدد الشهود الإدعاء ما لا يقل عن 52 شاهدا وتمكن كل منهم أكان حاضر بنفسه في قاعة المحكمة أو عبر التواصل الفيديوي عن بعد من التحدث باللغة التي يحسنها وترجم كلامه فوريا إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية حتى يفهمه الجميع بما في ذلك المنتهم وكان متيسرا لكل الشاهد التمتع بالجراءات حماية بما في ذلك تمويها الصورة وتمويها الصوت وكذلك الانتقال للجلزات مغلقة جزئيا وتعتمد هذه الاجراءات بحسب كل حالة بغية ضمان أمن الشهود وحسن حالهم البدني والنفسي وفقا لنص نظام روم الأساسي وعلى المنوى لنفسه تسنى الممثلين القانونيين المجل عليهم دعوت أشخاص للإدلاء بشاهدتهم أمام الدائرة أن الممثلين القانونيين للجلز عليهم الذين هم حاضرون في قاعة المحكمة هم صوت المجل عليهم صلب المحاكمة توصلون أرائهم وشواغلهم لقد شارك 2196 مجليا عليه في هذه القضية ومثالهم الأستاذ سيدو ديومبيا والأستاذ مايومبو كاسونجو والأستاذ فدل نسيتا وخلال تقديم أدلة الممثلين القانونيين للمجل عليهم الذي جرى بين 18 شباط فبراير 2022 أدل شاهدين بشاهدتهم مباشرة أمام الدائرة وتكافى للممثل القانوني الأستاذ سيدو ديومبيا بتقديمهم جميعا السيد الرئيس السيدات القاضيتان المحترمتان من هم هؤلاء المجل عليهم الذين نتحدث باسمهم صباح اليوم هم أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين استهدفوا بانتهاك خطير وفادح لحقوقهم الأساسية منذ بداية سنة 2012 في منطقة الشمالية لجمهورية مالي أو جزء الشمالي لجمهورية مالي بالفعل ومنذ بداية شهر كانون الثاني يناير 2012 كانت مالي عرضة وفريسة أزمة عميقة باسم الشريعة هي بدأت كانتفاضة بسيطة في البداية وسرعان ما تحولت فيها المجموعات المسلحة إلى قوات احتلال جهادية تضرب عرض الحائط بالقيم الاجتماعية والثقافية والدينية لحضارة عمرها مئات سنوات مئات العقود حضارة تنبكتو مدينة الأولياء الصالحين الثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وبالنسبة لهيئة الدفاع دعا 22 شاهداً للإدلاء بشاهدتهم أما الدائرة على انتداد 7 أشهر من الجلسات وحاججت رئيسة هيئة الدفاع الأستاذة ميلينة تيلر أمام القضاء بأنه لا يمكن مؤاخذة موكلها عن كل ما يزعم وقوعه في تنبكتو سنة 2012 يبدو أن الإدعاء بالفعل نبش في كل ما حدث في عام 2012 وحاولوا أن يجمعوا ما يكفي من المزاعم والتهم على قدر الإمكان ويحاولوا وقرروا أن يحيلوا الحسن إلى المحاكمة لكل هذه الأمور لقد أحالوه للمحاكمة بسبب حالات الزواج القصري وبسبب حالات التوقيف وحالات الضرب كل الأمور التي لا علاقة له بها على الإطلاق أحداث وقعت قبل أن يصل الحسن إلى تنبكتو سيد الرئيس حضرات القضاء بيت القصيد هنا ليس إذا كانت هناك جرائم وأمور سيئة ارتكبت في تنبكتو ولكن السؤال هو هل أنصار الدين والشرطة الإسلامية كان لديها خطة مشتركة لارتكاب هذه الجرائم بالتحديد والأمر الأهم أيضا هل الحسن كان على علم بهذه الخطة وكان لديه القصد والنية للمساهمة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية وعندما وجهنا هذا السؤال للإدعاء لم يتمكن من إثبات ذلك فلا توجد خطة منظمة لارتكاب أي جرائم وفي الإجمال بلغ عدد الأدلة المودعة في ملف القضية 13212 دليلا وستمن الدائرة قرارها على أساس هذه الأدلة بخصوص ما إن كان السيد الحسن مذنبا أم لا في الأحداث التي وقعت في تنبكتو بمالي سنة 2012 وبين 23 و 25 أيار مايو 2023 طلبت الدائرة الاستماع إلى مرافعات ختمية تنضاف إلى المذكرات الختمية التي سبق تقديمها كتابيا من جانب طرفي القضية والمشاركين فيها وجدد مكتب المدع العام ممثلا بالمدع العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد أحمد خان ومعه نائبه القول بأن قضية الحال لا تتعلق بمحاكمة ديانا ثم قدم الوكيل الأول للمدع العام جيل دوتيرت ملخصا بالأدلة التي أوضعت طيلة المحاكمة وصفا الأفعال المجرمة التي تعرض لها أهلة بكتو زمن احتلال جماعتين أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلد المغرب الإسلامي المسلحين ولكننا لم نتحدث بعد عن ما هو أكثر دناء فقد تعرضت بعض النساء والفتيات التي وضعنا تحت هؤلاء الرجال المسلحين للاقتصاب أثناء احتجازهن وأعطيكم مثل قالت مجنية عليها أنها أوقفت لأن حجابها قد وقع وتم أحضارها إلى المصرف وتم اغتصابها من قبل ثلاثة رجال واحد والآخر وكان عمرها 13 أو 14 عاما وهي شهدت وأقطبس فتخيلوا فتاة عمرها 13 أو 14 عاما في المصرف هذا في وقت الأحداث هذه وهي قالت أقطبس لم أستطع الدفاع النفسي لم يكن لدي سلاح ولم يكن لدي أحد لحمايتي اغتصبوني جميعا ولكن لم يكن لدي أي قدرة أو قوة في ذلك الوقت نهاية الاقتباس وأن حوادث الاقتصاب هذه في أوقات أنصار الدين وأقمي أساد القضاء ليست أحداث أو وقعات فردية أو منعزلة كما سمعنا أو كما سمعنا من قبل الدفاع وبالنسبة للمواثلين القانونيين للمجن عليهم في قضية الحال أنهم إن كانوا شاطروا موقف الادعاء بشأن ما حدث في فتنبوكتو سنة 2012 وبشأن مسئولية الحسن فأنهم عبروا كذلك عن أن ما يهمهم هو حق المجن عليهم في أن تنجل الحقيقة وأن تصل أراءهم وشواغلهم واستنادا إلى المقابلات التي أجروها مع المجن عليهم المشاركين في قضية البالغ عددهم 2196 تحدث الممثلون القانونيون عن ضرر إضافي النجم عن الأفعال التي قاصاها المجن عليهم إلا وهو ضرر الغربة وحين أتحدث عن النازحين فأنا بالطبع أتحدث عن ضرر الابتعاد الابتعاد عن الأرض أو المنطقة الأم سيد الرئيس أن ضرر الابتعاد يؤثر بجزء كبير جدا من المجنية عليهم المشاركين والذين هم أعضاء من المجتمع تنبكتو خادروا المنطقة من دون أن يكون لديهم أي إمكانية بالعودة أو أي احتمال بالعودة وإن هذا الضرر يحتوي أيضا على مكون نفسي قوي ومعين وأثاره سوف تدوم لفترة طويلة جدا وذلك حين لا يتمكن المجنية عليهم أن يتأقلموا في بيئتهم الجديدة فهم ليس لديهم ليس لديهم الموارد للعودة إلى أرضهم الأم وهذه هي حال الأكثرية الكبيرة أو الصاحقة للمجنية عليهم النازحين الذين التقينا بهم ومن جانب بهيئة الدفاع عن السيد الحسن تداول على الكلمة جملة من المحامين ليثبتوا للدائرة أن الأدلة التي جاء بها الإدعاء كانت في نظرهم أدلة ظرفية وليست مما لا يرقى إليه شك معقول وعلى وسذلك قدم الدفاع صورة عن الحسن مغايرة لتركة التي رسمها مكتب المدة العامة عنه ومتوافقة مع ما استقته رئيسة هيد الدفاع مليندا تيلور من كلام شهود لدعاء أنفسهم في بين الافتتاح في يوليو من العام الماضي بدأت برسم صورة للسيد الحسن من قبل كان من كان هو من قبل وأثناء وبعد الأحداث ولكن اليوم بدلا من أن أستخدم كلماتي أنا سأستخدم صوت شهود الإدعاء لإظهاري سببي أن الشخص الماثل الأمامي الآن السيد الحسن آغ عبد العزيز ليس هذا هو مكانه الشاهد بي صفر ستة خمسة أربعة وهو أحد مشاهير أو من أعيان سونغاي المحليين وصف السيد السيد الحسن بأنه سمك صغير أو شخص صغير وليس من أنصار وقال أيضا أنه كان خجولا ومحبا للسلام وودودا وأحد الشهود قال أنه من الجيد أنه هناك شخص يعمل شخص كهذا يعمل لصالحنا أو لتسهيل مصالحنا أما بي صفر واحد خمسة صفر وهو أحد شهود الإدعاء أشار إلى سيد حسن بأنه شخص صادق ومباشر كان محبوبا من قبل الناس ووافق أيضا أن الحسن كان شخصا يساعد الناس وأراد حماية مجتمعه أما بي ستة خمسة وهو أحد شهود الإدعاء وصف الحسن بأنه غير متشدد غير متطرف ضغطت عليه قبيلته للانضمام إلى أنصار الدين لحماية مجتمعه المحلي أما بي ستة خمسة فقد أكد أن هذا ما قام به الحسن قام بحماية المجتمع المحلي وتحدث الناس عن مدى إيجابية الحسن وبنهاية هذه الجلسات وطبقا للقاعدة 142 من القواعد الجرائية وقواعد الإثبات تختل الدائرة الابتدائية المداولة بصفة مغلقة حتى إشعار آخر لتنظر فيما إن كان السيد الحسن مذنبا أم لا بشأن الوقاعة المؤاخذ عليها وسينتق بالحكم للعلني في موعد لاحق